لمزيد من المتابعين ينضم إلينا من دبي سراج التاورغي الكاتب والبحث السياسي الليبي إذن هنا نتحدث ما هو الدعم المفروض الذي يمكن أن تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة لحل كل الملفات العالقة في ليبيا أولها المصالحة الوطنية وإخراج المسلحين الأجانب مساء الخير أخي الكريم لك ولكل المشاهدين الكرام باحتقادي أن مشكلتنا في ليبيا حلها هو حل ليبي ليبي بالفعل أعتقد أن السيد محمد المنفي هو يهرب للأمام بهذه الزيارات السيد محمد المنفي أعتقد أنه بهذه الخطأ يسير في نحو مصار سلفة فائز السراج نحن نرى حقيقة ما حصل في طرابلس خلال الأيام الماضية من اقتحام مقر السيد محمد المنفي من الباب الخلفي في فندق كورنثيا وهذا بالزبط ما حدث للفائز السراج منذ سنوات فأعتقد أنه حلنا في ليبيا أخي الكريم بكل اختصار هو حل ليبي ليبي هو حل داخلي بالفعل الكل في ليبيا أو أغلب الليبيين استبشر بقدوم المجلس الرئيسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية ولكن للأسف إلى غاية هذا اليوم نحن نتحدث عن حوالي أربع أشهر فشلت هذه الحكومة وأذن مجلس الرئيسي الجديد في حل مشاكل الليبيين أولها على سبيل المثال هو فتح الطريق الساحلي بين مدينة مصراتة وسرطة التي تتحكم فيه ميليشيات مصراتة وميليشيات المنطقة الغربية والذين طلبوا بمبلغ كبير جدا من الملايين حتى يبتحوا هذه الطريق وهم يبتزوا بهذا الحكومة ومجلس الرئيسي فأعتقد أنه الحل الأخي الكريم هو حل ليبي ليبي حل داخلي زيارة السيد محمد بنفي حسب ما سمعنا من تصريحات صحفية وحسب اتصالاتنا ببعض السياسيين وبعض النواب في ليبيا تأتي ضمن التنصيق لمؤتمر برلين في نهاية هذا الشهر من الممكن الاستفادة من جهود الإمارات أو من علاقات الإمارات بشكل كبير في الأزمة الليبية لأن الجميع يعرفوا هذا ليس صرا أن الإمارات العربية المتحدة هي من أكبر محاربين حركة وتنظيم الخوان المسلمين الذي عاثوا في ليبيا فسادا على مدى العشر سنوات الأخيرة بالنسبة أيضا للدعم الذي يمكن أن تقدمه دولة الإمارات العربية فيما يتعلق بإعادة بناء البنية التحتية وكذلك التنمية الاقتصادية على مستوى المؤسسات والشركات والأفراد كيف يمكن أن يتم ذلك؟ هل سيد محمد المنفي جاء ولديه خطة اقتصادية أيضا لدولة الإمارات واضحة المعالم؟ هل تعتقد ذلك؟ أخي الكريم هو بالنسبة للإمارات هي لديها تجربة رائدة على مستوى العالم ليس على مستوى المنطقة فقط في البناء وفي التعمير ولكن باحتقادي بأن سيد محمد المنفي وهو ليس من صلاحياته المشاريع والبنية التحتية في ليبي هذه من اختصصات الحكومة أولا ثانيا أعتقد أنه الوقت الذي بقي لهذا المجلس الرئاسي وهو نحن نتكلم هنا على أقل من ستة أشهر أخي الكريم فأعتقد أنه من غير الممكن أو غير منطقي عقد أي اتفاقيات أو احتمالية الاستفادة من هذه التجارب خصوصا أن سيد محمد المنفي لا يملك السلطة التنفيذية والقرار التنفيذي في ذلك ولكن الحقيقة نحن ما نتمناه كليبيين الاستفادة من سواء تجربة الإمارات أو من كل التجارب الرائدة في بناء وتعمير ليبيا خصوصا أن ليبيا على مدى العشر سنوات الفائتة عانت من الدمار وعانت من أعمال الميليشيات الإرهابية المدعومة بشكل كبير وشكل أساسي ومبشر من أخوان المسلمين وداعمهم شكرا جزيلا لك كنت معنا من دبي السيد سراج أتاورغي الكاتب والباحث السياسي الليبي